تجلس محافظة كاركوكي الذي لم يعود يقصده المواطن لغياب أعضائه باستمرار ورئيسه الذي صدرت بحقه مذكرة قبض مؤخرا ريبوار الطلباني الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس المحافظة بالوكالة هذه المذكرة وصفها العرب والتركمان بالقانونية صدرت من جهة قانونية فما دام صدرت من جهة قانونية يعني لازم تكون قانونية أكو مشكلة وأكو خلق مشكلة قسم من الأشخاص في مجلس محافظة كاركوك هم يخلقون المشاكل لعرقلة عمل المجلس ولكن كمكون عربي نحن موافقين على أي عمل يخص تفعيل المجلس وإعادة لجانه والعمل ضمن الإشراف على الدوائر وعلى عمل الإدارة في كاركوك الأمر القضائي صدر بحقه يستنان إلى تقرير الرقابة المالية ليس كما هو يدعي بأن الجهة التركمانية يعاد الشعب الكردي وإنه أمر سياسي الربوار طالبان له مخالفات مالية وإدارية كثيرة يسلم راتب ومخصصات رئيس مجلس محافظة وهو ليس رئيس مجلس محافظة هو نائب رئيس المجلس ووكيل رئيس المجلس هذه المخالفات الإدارية والمالية هو ينكرها ويقول لأسباب سياسية رئيس متهم ومجلس محافظة معطل منذ السادس عشر من تشرين أول الماضي مع بسط سلطة الدولة لجان جامدة وأبواب موصد وتلكء بالخدمات ولا أمل بعقد الجلسات حتى كانون أول القادم لا أعلم ماذا قانونية هذه حددها القاضية ولكن كوننا أيضا كإدارة لم نكن طرفا في متابعة أصدار أمر القبض نحن لم نكن من المشتكين على رئيس مجلس في مثل هذه الأموم أعتقد أن القبض جاء على أساس مالية في أسوس الرواتب أو المخصصات أما المحافظة لم يقول لها ندخل في ذلك خلافات السياسيين إلى جانب طاعة الأحزاب والكتل يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي وثق بممثله وأمنه صوته لقناة الفلوجة محمد الصالح كاركوك